زي ما قلت لحضراتكو دايما النادي الاهلي واللي بيحصل داخل النادي الاهلي بيعتمد على شيء واحد بس بدأوا مجلس ادارة النادي الاهلي الحالي منذ ان تم انتخابه في شهر نوفمبر 2017 كان هناك سلوجن كده عائلة الاهلي عائلة الاهلي دائما ما تكون هي الاساس في كل حاجة بتحكم مجلس ادارة النادي الاهلي خلال الفترات السابقة فالنهاردة الحقيقة او يوم الجمعة ان شاء الله سوف تنطلق بطولة عائلة الاهلي الودية للشطرنج داخل النادي الاهلي بداية من يوم الجمعة وتستمر حتى 17 سبتمبر الجاري وتنطلق الموجات في فرع الاهلي بالشيخ زايد يوم الجمعة ويعقوب انطلاق المنافسات في فرع مدينة نصر وتختتم في مقر الاهلي بالجزيرة يوم الجمعة 17 سبتمبر